الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم ما أديتمه من أعمال صالحة وأبشركم بي الخير من تأمل في الله الخير وظن في ربه أنه سيقبل عمله الصالح سيتجاوز عن سيئته فالله عند ظن عبده فليظن بربه ما شاء نحمده جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذا الشهر الكريم ونحمده جل وعلا على ما وفقنا له من أعمال صالحة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فكان فيما أخذناه في درسنا السابق حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوى منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد الأول قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود فأخذنا منه أن كل تكبيرة قبلها سجود أو بعدها سجود فإنه لا ترفع الأيدي عندها وأن كل تكبيرة ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فإنه يستحب أن ترفع الأيدي فيها ومن ذلك تكبيرات صلاة الاستسقى وصلاة العيد وتكبيرات الجنازة على الصحيح من قولي أهل العلم ولعلنا أن نأخذ شيئا من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الأدان أسأل الله أن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أن بقلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صل كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا هكذا روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام وذلك أنه لا يدخل الإنسان الصلاة إلا بهذه التكبيرة على الصحيح وفيها مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقد اتفق الفقهى على استحباب رفع الأيدي في هذا الموطن وأما المواطن الأخرى وهي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه فهذه قد اختلف العلماء فيها فأثبت الشافعي وأحمد رحمهم الله استحباب رفع الأيدي في هذه المواطن وخالفهم الإمام أبو حنيفة فإنه لم يكن يرى مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن ولا حاديث التي وردت في الباب صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير وعند الرفع منه حسن الله إليكم قال عن سهل بن شاد رضي الله عنهما قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا كان الناس يؤمرون هذه الصيغة إحدى صيغ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع النوع الأول ما صرح فيه بالسماع أو المشاهدة كان يقول الصحابي سمعت رسول الله يقول كذا أو رأيته يفعل كذا فهذه بأعلى المراتب والصيغة الثانية ما احتمل وجود واسطة ولكن الأصل الاتصال كما لو قال الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والصيغة الثالثة التي يكون فيها شيء من الاجتهاد في إثبات الحكم كما لو قال الصحابي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وأمر رسول الله بكذا والصيغة الرابعة ما كان من هذه الصيغة بالبناء على المجهول كما في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذه الصيغة الصواب أنها أيضا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد أحد في ذلك الوقت يستدل بفعله بين الصحابة إلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيغة الخامسة وصيغة كانوا يؤمرون من النوع الرابع من النوع الرابع ولذلك فهي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ويصحح ما فيها من المعنى وقوله كانوا يؤمرون وقوله كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فيه مشروعية قبض اليدين في أثناء الصلاة والقول بقبض اليدين ومذهب جمهور أهل العلم واستدلوا عليه بمثل حديث الباب وفيه أحاديث متكررة كلها تثبت سنية هذا الفعل وذهب بعض المالكية إلى أن الإرسال هو المستحب في الصلاة وأصبحوا لا يستحبون قبض اليدين والذي نص عليه الإمام مالك في الموطأ هو القبض وبعضهم قال بأن من شاء نسبة هذا القول للإمام مالك أنه ضرب من أجل فتواه في يمين المكرى وفانخلعت كتفه فلم يعد يقبض يديه من أجل ذلك فظنوا أنه يرى عدم مشروعية القبض وفي الحديث أن المصلي يقبض بيده اليمنى ذراعه اليسرى وقد ورد في بعضها أنه يقبض كفه ولذا رأى طائفة من أهل العلم أنه يقبض بيده اليمنى ما بين كفه وذراعه جمعا بين هذه إلى حاديث الواردة في الباب وقول أبي حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن سهل بن سعد تكلم بهذه اللفظة وهي مشعرة بنسبة هذا الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثابكم الله قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين في هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة وجاءت نصوص تدل على وجوبها واستدل الجمهور بهذا الحديث على أن البسملة ليست آية من الفاتحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاملها معاملة بكية الآيات وقد يستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث حيث ذكر آيات الفاتحة ولم يذكر البسملة معها وقد خالف في ذلك الإمام الشافعي فرأى أن البسملة جزء من سورة الفاتحة ورأى أنه يجهر بها في الصلاة وقول الجمهور أرجح لهذه النصوص التي جاءت ببياني أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين والبسملة قبلها آية يؤتى بها لافتتاح السور لكنها ليست من السورة واستدل المالكية بهذا الحديث على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة فكانوا يرون أنها من البدع التي لم تكن تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا عليه بحديث أنس هذا أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين والجمهور قالوا باستحباب دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة لثبوت ذلك في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حديث الباب يفسره ما ورد عند ابن حبان أنهم كانوا يجهرون في الصلاة بالحمد لله رب العالمين فدل هذا على أن مرادهم أنهم يفتتحون الجهر بالقراءة بهذه الآية حسن الله إليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي أنت وأمي رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد في هذا الحديث مشروعية التكبير في بداية الصلاة ومشروعية الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية وفيه وجود سكتة بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية دعاء الاستفتاح واستحبابه كما قال بذلك الجمهور خلافا للمالكية وقوله قال أقول اللهم يعني يا الله باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب فيه دلالة على استحباب هذه الصيغة في دعاء الاستفتاح وقد وردت صيغ أخرى في دعاء الاستفتاح فقال أحمد وأبو حنيفة بأنه يستحب أن يقول سبحانك اللهم وقال الإمام الشافعي باستحبابي أن يقول اللهم أني وجهت وجهي الحديث وحديث الباب قد قال باختياره جماعة من المحدثين ولذا فإن هذه الصيغة أصح الصيغ وظاهرها أنها كانت في الفريضة فإن صلاة الجماعة إنما كانت في الفرائض والسدلة بقوله اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد على جواز الوضوء بالثلج والبرد الجمهور قالوا بأنه لا يتوضع بها إلا إذا ساحت وفي الحديث استحباب تنقية الثياب مما يصيبها من الدناس حسن الله إليكم قال عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون قراءته قال بالطراب لحيته في الحديث مشروعية القراءة في صلاة الظهر في صلاة العصر وفيه أن القراءة في هاتين الصلاتين تكون سرية ولا تكون جهرية لأنهم لم يعرفوا قراءته إلا بالطراب لحيته لا بسماع صوته وفي الحديث جوازوا أن ينظر الإنسان أمامه فإنهم قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وفي الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ اللحية وظاهر حديث الباب أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم قوله هنا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم فيه إنكار على من رفع بصره في أثناء الصلاة ما يدل على تحريم رفع البصر في الصلاة إلى السماء وفيه التهديد بالعقوبة عند مخالفة الأمار أثابكم الله قال عن آئشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفاته الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد في الحديث المنع من الالتفات في الصلاة وهل هو منع كراهة أو منع تحريم قولاني لأهل العلم وفي الحديث أن الشيطان قد يتسلط على الإنسان حتى في عبادته وفي الحديث أن صلاة بعض الناس لا تصفوا لهم ولا يصفوا لهم منها إلا ليسير بحسب انتباهة الإنسان في صلاته حسن الله إليكم قال عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعز له واستعمل عليهم عمار رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبو إسحاق لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقت ذاك الظن بك يا أبو إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عفس فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكن أبا سعدة قال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعوان بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياءا وسمعا فأطل عمره وأطل فقرة وعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فنا ريته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن قوله هنا عن جابر بن سمرة قال شك أهل الكوفة سعدا يعني سعد بن أبي وقاص إلى عمر كان سعد بن أبي وقاص والي الكوفة في عهد عمر هو الذي افتتح أو فتحت القادسية على يده رحمه الله فلما شك أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص عزله عمر واستعمل عليهم عمار بن ياسر فيه سماعوا لشكوى من يشتكي في الولاد نظر فيها فيها استبدال الولاد بعضهم مع بعض قال فشكوا سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي لأن من المعتاد عندهم أن الوالي هو من يقيم الصلاة فأرسل عمر إلى سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق وهذه كنية سعد لقد شكوك أي قدحوا فيك وذكروك بسوء في كل شيء حتى الصلاة إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أبو إسحاق وهو سعد بن أبي وقاص أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم يعني ما أنقص منها شيئا في هذا مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفقد أحوال في الصلاة قال أصلي صلاة العشاء في صلاة الرباعية في بعض الروايات صلاة العشي والعشي صلاة النهار قال فأركض في الأوليين يعني أطيل فيهما وأمد صلاتي وأخف في الأخرين يعني أن الركعتين الأخيرتين أخففها قال ولا آل أي لا أقصر فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر صدقت يقوله لسعد بن أبي وقاص ذاك الظن بك يا أبا إسحاق أن تكون قد اتبعت السن في أدائك للصلاة أراد عمر أن يتحقق فأرسل من يسأل أهل الكوفة عن سعد بن أبي وقاص فأرسل رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسألوا عن كل موطن سألوا عن سعد بن أبي وقاص في كل موطن ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه وما كان من شانهم إلا أن يثنوا على سعد بما يعرفونه فيه وحتى أثنوا عليه بفعلي الخير إلا أنه لما دخل مسجدا لبني عبس وسألوا في المسجد عن سعد بن أبي وقاص قام رجل من بني عبس يقال له أسامة فقال أما إذ نشدتنا أي إذا كان الحال أنك سألتنا عنه فإن سعدا كان لا يسير بالسرية يعني لا يقوم بالطريقة العادلة ولا يقسم بالسوية بل يفضل الناس على غير موازين شرعية ولا يعدل في القضية حينئذ كان سعد حاضرا فما كان منه إلا أن قال أما والله لا أدعوان بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام ريان وسمعه ليسمع الناس ويتناقلوا حديثه اللهم فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه لألف تن فكان هذا الرجل إذا سئل قال ماذا تريدون مني وكيف تعبون علي بعض أفعالي وأنا شيخ كبير مفتون أي أصبحت لا أميز حقا من باطل وأصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيته بعد كبير السن قد سقط حاجباه من كبير سنه على عينيه وإنه لا يتعرض أي يكون في طريقهن معترضا كما تعترض الخشب في طريق النهر وإنه لا يتعرض للجواري ما أراد الصغيرات أو أراد المملكات في الطرق يغمزهن حسن الله إليكم قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قوله هنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مقبولة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة مما يدل على أن قراءة الفاتحة من الواجبات يعني مما طلب طلبا جازما وأخذ بهذا أكثر أهل العلم فقالوا بأن صلاة الفاتحة ركن في الصلاة للمنفرد والإمام واختلفوا في قراءة الفاتحة للمأموم على خمسة أقوال مشهورة فذهب الإمام الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية وأخذوا بظاهر هذا الحديث وقال الحنابلة والحنفية بأن قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة الجهرية أو السرية قالوا بأنه قد ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة لكنه ضعيف الإسنات لكنه ضعيف الإسنات وذهب المالكية أو بعض المالكية إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وظاهر حديث الباب يدل لمذهب الشافعية خصوصا أنه قد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما فرغ قال من ذا الذي ينازعني القراءة في الصلاة فسكتوا فقال رجل أنا يا رسول الله فقال لا تفعل يعني لا تقرأ مع كون الإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل هذا على ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هناك قول خامس يقول بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للماموم ركن في الصلاة قال به بعض أهل الحديث وينسى بإلى الصحابي أبي هريرة وينسى بإلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولعل لا أظهر قول الشافعي بأن قراءة الفاتحة واجب وليست بركن في الصلاة أما وجوبها فلي حديث الباب وأما نفيها عن الفرضية فيدل عليه ما ورد في الحديث حديث أبي بكر أنه ركع قبل الصف فدخل في الصف والإمام راكع فاعتبر بالركع ولم يمكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للماموم ليست ركنا في الصلاة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يبسط لنا رضاه ورحمته وأن يختم لنا شهر رمضان بخاتمة الحسنى وأن يجعلنا ممن واصل الأعمال الصالحة بعد رمضان كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا ونعوذ به من مظلات الفتن وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين توفيقا للتوبة النصوح وسعادة دنيا وآخرة كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير بارك الله فيهم وفقهم لما يحب ويرضى هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين